بشي مابه وبره وروحه قديشه حظله شاريره آمين اليوم أحبائي قرأنا من الإنجيل مرقص البشير سؤالي لكم اليوم شو هي الوصية التي تشمل كل الكتاب المقدس الوصية التي تشمل الكتاب المقدس تحب الرب إلهك من كل قلبك وبعدين يكمل وقريبك كنفسك في الأسبوعين الماضين اتكلمنا على الناس الذين لا يتغيروا وبعدين اتكلمنا على الإنسان المؤمن الذي يتغير اتكلمنا على الخلاص اتكلمنا كيف الإنسان يعيش بلا ملام اليوم أحبائي سنتكلم بعدما قرأنا عن الشاب الغني الفرق بينه وبين الرسل الشاب الغني مضى حزينا من كلام ربنا يسوع لأنه كان صعب عليه كان يريد يتبع يسوع لكن كان هذه التبعية كان فيه صعوبة فما قدر يطلع من ذاته ولكن كان عنده محبة للسيد المسيح التلاميذ أيضا فيما بعد يقولوا طيب يا رب نحنا تركنا كل شيء من أجلك نحنا كما شرح نأخذ فالمحبة أنواع اليوم الشاب الغني والرسل الاثنين هم حبوا المسيح لكل مجد ولكن محبتهم اختلفت عن بعض الرسل تركوا كل شيء الشاب الغني لا يستطيع أن يكمل تبعيته للمسيح لأنه لا يستطيع أن يترك الكثير من الأشياء كان متعلق بالمال إذا سألتكم اليوم أنتم تحبوا ربنا يسوع المسيح من كل قلوبكم ستقولوا لي أبونا أكيد معقولي أن نأتي على الأداس نقعد هذه الساعتين نصلي نسمع الموعظة نصلي في بيوتنا نقرأ كتاب مقدس نسمع مواعظ نأتي منعتفق لماذا لا نحب ربنا؟ أكيد نحبه ولكن اسمحوا لي أن أقولكم أننا وإنتم لسهاتنا مبتدئين في محبة الله من كل القلب نحنا فعلا نحب ربنا ونأتي على الأداس ونعمل اعتراف ونسمع مواعظ ولكن نحب أيضا إشياء أخرى ما محبتنا للسيد المسيح اليوم كيف أنا كمؤمن بسير بلا لوم اليوم لازم يكون عندي علامات بتدل أنه أنا بحب ربنا يسوع المسيح بكبر فيه عندي عشرة هالعشرة بتخليني أنمو بمحبتي وعلاقتي مع الله أول نقطة هي ربنا رقم واحد بحياتي تذكر رقم واحد هو ربنا بحياتي يعني قبل أي شيء تاني بحياتي هي ربنا مثل الأم الولدان جديد الأم الولدان جديد تسوي أول ما تقوم الصبح حتى إذا نامت بالليل هذا أول ما تقوم الصبح أين تذهب؟ قبل ما تغسل قبل ما تطبخ قبل 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 فوراً تذهب وتكشف على ابنة أو بنتها تتأكد أن كل شيء تماماً لا تفكر بذاته لا تفكر تذهب على أي مكان يحتاجيته اليوم ربنا إذا كان ملتصق بحياتنا بهذا الشكل لا يوجد شيء يستطيع أن نكون بعيدين عنه أبونا إبراهيم عندما نذكر التجربة عنه بالكتاب المقدس دائماً نحكي على إيمانه اليوم ربنا رايد يفرجينا أن أبونا إبراهيم أبو الأباء هو الذي بد الله وجعله رقم واحد بحياته قبل ابنه واستعد أن يقدم ابنه ذبيحة من أجل أن يطيع الله أد ما هو صعب الموضوع لا تقولوا لي الوصايا سهلة قليل مننا يشوف الوصايا صعبة سهلة لأن الله يقول سهلة لأنه إذا أنا معه بس لما أنا أجل أطبقها أشوفها صعبة اليوم أبونا إبراهيم يعلمنا أن الله أول شيء من لي في السماء يا الله ومعك لا أريد شيئاً في الأرض النقطة الثانية التي تجعلني فعلاً أحب الله من كل قلبي هي سماعي لكلامه أوقات عندما أقرأ الكتاب المقدس أختار آيات أحبها وأحاول أغمض عين عن الآيات التي لا تمشي مع وضعي لذلك اليوم أجيبكم مثال كيف نحب الكتاب المقدس في شكل تام لما يصير لعبة كرة زلت تذكروا بالعراق ببلادنا في فلسطين بكل مكان بسوريا هون حتى بكندا اختلاف الوقت بكأس العالم ماذا كنت تشوفوا الشباب يعملوا أو بعض حتى الكبار بالعمر كانوا يقعدوا بنص الليل لكي يحضروا اللعبة بنص الليل اللعبة الساعة ثنتين، عشرة، اتناعش، ثنتين، أربعة أتجدهم أوقات في ناس من العشرة للأربعة لا يناموا لكي يحضروا الألعاب اليوم نحن أيضا نفس الشيء في علاقتنا مع الله مثل ما نحب الشيء ونسوي المستحيل الذي نفعله لا أحد يستطيع أن يجعلنا ما نفعل شيء ونحب الله يوم من الأيام مدرب الرياضة يجب أن يسافر سفر الطراري وعنده فريق وعنده لعبة وعنده مساعد معاون مدرب هذا المعاون عمره 16 سنة يعني إياه يلغي اللعبة إياه يستطيع أن يركن على هذا الشاب فقال له ابني أنت امسك الفريق أولاد صغار هم بس أنت تعرفهم حركين يستفزوا لما يضعوا شغلة برأسهم يستفزوا فأد ما يعملوا أنا بوصيك أدير بالك لا تخضع على استفزازهم ومزاجهم وقوتهم أدن طوّل بالك عليهم فهذا مسك اللعبة والأولاد عرفوا الكبير ما موجود فبلّشوا يستفزوا في العمره 16 سنة وعن يستفزوا فيه ويستفزوا فيه أجب أن يعصب فلما أجب أن يعصب ما يفعله؟ تذكر وصيّة المدرب تبعه فقال لكي لا أزع على المدربي لكي أظلني أحافظ على مكانتي لكي أحافظ على الشيء اللي تدربت عليه بحياتي سأطول بالك هكذا حياتنا نحن أيضاً الخطايا الضعفات الناس اللي حولينا اللي يستفزونا ممكن أمنا يتزعجنا ممكن أولادنا يضيقونا ممكن أقرباءنا ما بيخلوا كلام علينا أد ما نحاول نحاول أنه لا نخسر الوصيّة من أجل الله ربنا يسوع المسيح أن نسمع كلامه إذا اثنين متزوجين وهالثنين دائماً يعلقوا على بعض ستنكسر العلاقة بناتهم سيصبح إهانة أما إذا هذول الثنين بدأوا يسمعوا على بعض ولا يغيروا بعض ويحاولوا يتناقشوا مع الأمور اللي يسمعوهم من الثاني ستنبنى بناتهم العلاقة هكذا اليوم أحبائي علاقتنا مع الله يوم من الأيام كان في رجل مكسيكي بسيط جداً وليس يعرف أن يقرأ أمي فأجاء رجل غير مؤمن قاسي القلب فقام مسك وسلخه كأف نزل بالأرض هذا كان حمق عندما كان الحمق تبعه قام مسك ويمسك الحجر ويرجع ويسلخه برأسه فهذا كان قاسي الرجل عندما رأى الحجر بأيده قال له خاف ولكن ما عمل عارف أنه مؤمن يستفزه يرى كيف يفعل قال له ليس يسوع تبعك قال إنه إذا ضربك أحد أعطيه الكف اليمين قال له هذا أمي لم يقرأ كتاب مقدس لم يكن يعرف كل شيء قال له هذا ربنا يسوع قال فلأن يسوع قال لك أنا لا أضربك أذهب طريقك فتركه وما ارتكب خطيئة فيما بعد شوفوا بساطة إيمانه عدم معرفته بالقراءة بس كلمة ربنا لما سمعها خل كل غضب يروح على طرف يقول الإرمياء وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت بإسمك يا رب إله الجنود النقطة الثالثة هي جاهد بوصية صلوا كل حين ولا تملوا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لذى الله طول ما أنا علاقتي مع الله بسيطة باتكلم مباشرة مع الله محبتي لا ستبرد لا سيكون فيه عندي ملامة حتى لو أجل فكر خاطئ أمسك الفكر أعرف أين أجل أعود أشيله حتى لو سقطت أقوم تعرفوا العروس الجديدة أغلبكم بعرف أنه عندما تتزوج جديد أول سنة تظل على التليفون مع أمه الله خلي أميات الموجودين تعرفوا لماذا؟ لأنه لا تعرف ما يمسح الأزاز لا تعرف ما يجلي لا تعرف ما يمسح الأرض ما تظل على التليفون قالوا ماما ما أفعل؟ قالوا ماما كيف أفعل الرز الخبص معي؟ كيف أفعل برغل؟ كيف أفعل؟ ليس هذا المرة جديد من الزوجة؟ هذا علاقتنا مع الله الأم لا يتمل أصعب سنة هي أول سنة بالزواج الله يبارك في المتعلمين لكن أغلب المتزوجين جديد هم هذا فالأم دائماً لا يتمل من بنتها وتتحمل كل شيء بيتها وبيت البنته أيضاً فبتظل تساعد وتعاون هذا الله معنا أيضاً أحبائي الله مستعد يسمعنا كل الوقت صار هيك يا رب معي عملت هيك يا رب عصلج معي شيء ما قدرت أحله يا رب دبر الأمر ساعدني يا رب أعمل هيك يا رب فلان بأديقني يا رب ما لحقت الباص يا رب وهلما جرّ علاقتنا مع الله بالديتيلز ستشوفوا قديش ستعطيكم تكسبوا بساطة كل شيء يأتي على قلبكم تقلوه وهذا الشيء الذي سيوصلكم للقداسة ليس أن تخطوا ما تخطوا ليس أن طبعكم صعب أو طبعكم سهل هي علاقتكم مع الله اللي بتخليكم تنموا بالقداسة والعشرة مع الله وآخر نقطة أحب أن أتكلم عنها أنه أمنع أي محبة بقلبي ممكن تقلل أو تاخد محبة الله بقلبي ربنا فرجانا أنه هو إله غيور إله ما بحب يشارك مع حدا شيء وأعطانا أمثلة كثيرة بالعهد القديم وعهد الجديد بالمال اللي هي النبي إلى آخرين كلكم تعرفوا الشغلات الله لا يريد أحبائي أحد ثاني يأخذ مكان بقلبه مثل ما ذكرت لكم موضوع الطابق من قوم الصبح من بكرة الصبح مقوم بدنا نحضر اللعبة مهمة تصبح البرازيل أرجنتين ريال مدريد تشوفوا كله بيقوم فورا نفس الشيء علاقتنا مع الله نحن ما عندنا فكرة الزواج الثاني بس زواج واحد بس تخيلوا لو سمح الله يكون عندك زوجة ثانية شو بتسوي؟ تقدري على العيشة؟ مستحيل نلص الشيء الله لا يريد مشاركة علاقة أحد بقلبك فقط هو عشان هيك من المهمة اليوم لو ما يجي نصلي نترك كل شيء له علاقة معنا بالحياة نيجي على القداس نطفي الموبايلات نطفي الساعات نطفي كل أمر بوصلنا مع العالم الخارجي ونيجي نلتصق بالسماء عشان هيك اليوم أنا اليوم بنمو مع ربنا بهالشكل لما ربنا عم بيقول لي يحبني من كل قلبك وأنا بفرجيه فعلا حتى لو صعب علي أنه أنا بحبك يا رب سأترك كل شيء من أجلك صلوا أحبايا وقات كثير تكونوا جايين من حفة بالمساء قبل بيوم وبتيجوا على الكنيسة يوم الثاني يكون رأسكم ضائع هيك مضجوج دنيكم بوجعوكم من سماع الأغاني صلوا قبل ما تيجوا على الكنيسة قلوا يا رب نقي فكري هدي مشاعري نظف آداني من كل اللي سمعته من أجل أشان أركز ما يضلوا عقلي بالحفلة صاخب وأنا ووجود هون بدون ما أكوني مركز معاك اليوم أحبائي إذا نحن نحب ربنا رازم نحبه صح وتذكروا اللي ما سمع الوعزة الأسبوع الماضي يسمعه بلا ملام الكمال بلا ملام ليس معناته أنه ما أخطي ما أضعف ما يكون صعب اليوم إذا أنا أحب ربنا سأطيعه بكل شيء سأحاول أكون معه ملتصغ بكل شيء لما تأتي الخطيئة سأعرف مصدرها وإذا عرفت مصدرها سأستطيع أمنعها ومع الوقت ستضعف لا تضخم الأمور بعقلكم أنه أنا لا يمكنني أعمل لا يمكنني أعيش لا يمكنني أكذب لا يمكنني أغش لا يمكنني أتغير لا تقولوا هالكلام هذا الشيء يحدث معكم لما تكون طبيعتكم انغمرت وانغمست بهذا الطبيع والمجتمع اللي عم تعيشوه كل واحد يحسب ضعفاته ولكن كل مرة تمنعوا هذا الشيء كأنكم عم بتحطوه حاجز وكلما تحطوا حاجز هذا الشيء سيصبح أصعب لا يوصل لعندك وكلما يصبح حواجز أكثر سيصبح الفكر أضعف العدم الراحة وعدم الرجاء سيصبح أضعف سيصبح عندك رجاء أكثر سيصبح تستطعم ربنا أكثر سيقول له يا رب حتى لو متت سأعطيك محبتي سأعطيك من كل قلبي بعيوني بقلبي بفكري بكليتي بجسدي بروحي بنفسي أصلي إلى ربنا يسوع المسيح أحبائي يعطينا هذه النعمة أنه يكون هو الرقم واحد في حياتنا يكون هو الحب من كل قلبنا من كل شيء نحن نعمله بحياتنا يعطيكم هذه النعمة لأن من أجل تمجدوا اسم القدوس تكون عندكم عشرة معه ودائماً تتذكروا هو أول شيء مثل العروس الجديد تذكروا هو كل شيء تروح تحكوا معاه تراجعوا في كل شيء موجوعين تشتكوله فرحانين تسبحوه و الله يعطينا هذه النعمة إلا الله كل مجدو إكرامه سجودنا الآن وأنا كله عن دهر الدهرين آمين ترجمة نانسي قنقر